هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي وكل الأراء اللي عم تسمعون بهيدا البودكاست هي رأيي أنا وهيسم بس وما بتمثل حكواتي أول شي بونسوار يا غايز أسبوع جديد من بودكاست أول شي بونسوار يلي بتنتظروا من جمعة لجمعة بونسوار يا هيسم يا ألف بونسوار على جمالك على طاقتك على حيويتك شكرا مني ومن كل مستمعي أول شي بونسوار أنه اليوم ناقل الستوديو الخاص فيك على المكتب بالشغل هل أد عندك حب لمستمعينا هل أد عندك تفاني وهل أد عندك حب أكيد لألي بالسر ما بتخبريني عنه بطبيعة الحل جايز نحنا كل أسبوع يعني صراحة تعبت خبركن عن معاناتي مع هيسم إنما حب مبارحة الساعة أربعة الصباح يتذكر إنه آه لازم نسجل حلقة بودكاست وبالتالي أنا جبت غراضي اليوم معي على الشغل كرمان نسجل حلقة أول شي بونسوار وما تطلعوا بلى حلقة بس بتعرف شو الأحلى من كل هالخبرية يا هيسم حزار شو؟ أنت؟ أو في أحلى بقى؟ ده أكيد أكيد بس غير غير أحلى من هالخبرية؟ أحلى من أنه نسجل حلقة؟ صح أحلى من هالخبرية؟ حب لي بوبو؟ أكيد لا هيسم وحيت الله لما رح خبرك أكيد مش هتكون هيك مش هعملها إنه كتير رح عامل تانيراني حياتي أكيد لا بس اللي أحلى من أنه نحنا قادرين نسجل حلقة الأحلى هو أنه نحنا ما تعبنا على هالبودكاست هايسم من لشيء فبالتالي نحنا صار عنا مستمعين صار عنا أصدقاء صار عنا عالم بيحبوا يطلعوا لنا بأفكار للحلقة وبالتالي اليوم هالحلقة من تأليف وإخراج إلاف أوكي إلاف لحظة قبل ما تقوليلي بس ما نحنا عارفين هاي الحلقة عن شو؟ عن شو؟ ما كمان أحد مستمعين على اللايف يلي كنا طلعينه على إنستجرام طلب مننا نعمل حلقة وعدناء أنه هاي الحلقة تكون هي عنها عن شو؟ عن أول يوم بالمدرسة وأول يوم بالشغل وأول يوم بالجونا صح هي نفسها إلاف يلي حكتنا على المباشر رجعت حكت معنا على الخاص وحضرتنا موضوع حلقتنا لليوم بالتفصيل يعني مع أسئلة رح نكون عم نطرحون اليوم بحلقتنا ياريت كلكم فيكن تكونوا مثل إلاف صار عنا هاشتاغ كونوا مثل ماجد وكونوا مثل إلاف بتحضرون لحلقات أكيد ما خلينا ما ننسى أنه ربع من قبل عملت لنا حلقة وكذا حدا يعني يعاطينا أفكار للحلقات وعبد طلع معنا بس أنه من الأشخاص الأليلين يلي بيعطونا موضوع وبيعطونا موضوع يعني مع أسئلتهم مع كل شيء قبل ما نفوت بتفاصيل الحلقة مع إلاف عندي كسا شغلي أحكي فيها بما أنك ذكرت موضوع ماجد والهدايا أولا ماجد بس لتكون بتعرف بعدني ما أخذت هديتي مع أني رح تعمل ما رجعت ذكرتني قبل ما تفل هيسم شو أنا هلأ حتى براسة أنه يبدأ أعتيك الكادو الشغل الثاني اللي خاصة كمان بالكادويات أنه بلش موسم الجنيريك فإذن بلش موسم الجنيريك وأنا بحب الجنيريك بليز بعطولي جنيريك فيني أنا روح أشتريه بس حلو الإحتمال بالشخص الآخر حيثا من بلح جبت معي على الشغل لأنه بلشوا يطلعوا بالجنين صار عندي كمية لدرجة أنه قاعدة بوزعهم واو غنوة عن جد يعني وزعت على أهلي جبت على الشغل تركت عن إنك بحب أفتح الباب ويطلع لحدها يقلي هول جنيريك بعتطلق يهون غنوة لأنك بتحب الجنيريك تالي الشغلة بدي أولى قبل ما نبلش بموضوع إلاف في شيء ريتو كاتبتو جودي بلانكو عبالي بس إليك الجملة تيري بحبة لجودة بلانكو أنا وأنا كمان مين جودي بلانكو؟ خلاص شو بدك أنت كاتبي وفيلسوفي؟ إنه لأ حسسني إنه شي مهم إي تفضل لأنه هي شي مهم بس أنت جاهلة يعني هي مخصصة أنت عندك جاهلة لهيك لما سألتك عنها وقلتلك مين هي عرفتها دغري قلتلك هي كاتبي وباحثة وفيلسوفي أوكي مهم يعني كتير بعيدة عنك وعن مستوى دقيقي نعم طبعا بطبيعة الحال بتقول في مستشفى الطب النفسي لا يأتينا المرضى بل ضحاياهم جاعد في مستشفى الطب النفسي لا يأتينا المرضى بل ضحاياهم كتير حبيتها للجملة نعم كتير حبيتها للجملة لأنا كحستني إلى تكملة لا معنى التكملة هي سؤالي لإلك أنه بتقول جوري بتقول جوري اللي أنت ما بتعرفيها أنه بالطب النفسي نحن لما يجي لعنا حدا لا يتعالج من وجع نفسي ما بيكون هو المريض فعليا هو بيكون ضحية المريض الأساسي يعني أنت لما تروحي عالطب النفسي في حدا مريض بحياتك عملك نوع من قلق بياخدك عالطب النفسي فأنت فعليا منك المريضة المريض الأساسي هو هو اللي باعتك يعني هو اللي وصلك لها المرحة فسؤالي لإلك أنت حدا أنت حدا وكتار وأنا برجع بإلك أنا كمان بدي روح على الطب النفسي بس أنت حدا هلأ مثلا يخضع لي جلسات هيك إذا بدك علاج نفسي مين هو المريض يلي أنت ضحيته أو شو هو المريض يلي أنت ضحيته حلو سؤالك هيسم بطبيعة الحال أنا تعلمت من وراء الثرابي هيدا الجملة بالذات اللي أنت قلتها اللي هي أنه يعني أنا كنت روح لعنده أحكي عن أشخاص تقلي أنه المشكلة مش فيك المشكلة فيهم بس أنت بديك تعرف تتعامل معهم فبالتالي نعم نحن ضحايا أشخاص وصلونا لهالمواصيل والثيرابي ما لازم تكون لقلنا لازم تكون لقلهم بس نحنا من روح على الثيرابي كرميل نصير نعرف نتعالج ونتصرف معهم نعم بتعتبر بمرحلة معينة أنه أهلك هن من هالأشخاص مثلا يعني أهلك فينا نعتبرون من الأشخاص يلي بمحل معين وصلوا عندك أنك تروح عند المعالج نفسي تحكي عن مشكلة كمان علمتني الثيرابي هيسم أنه كلنا عنا ماضي ونقاط صودة ما بتنعد بدك تعرف شغلة أنه أهلينا ولا مرة تمرنوا أو استعدوا لأنه يكونوا أهل هن لما ربونا لما جيبونا على هالحياة نحنا كنا كانوا هن عم بيعيشوا تجربة الأمومة أو الأبوة لأول مرة فبالتالي هن they are no they are no place to be blamed يعني للي نحنا طلعنا له يعني ما بينلاموا ما بينلاموا بيتحملوا أكيد مسؤولية بس هن تعرجع بالزمن لورا يمكن كانوا مفكرين أنه هيدا أفضل طريقة نحنا منقدر نربي فيها أولادنا لأنه ما كانوا بيعرفوا غير هيك بس أنا كان بدي أقولك أنه مع كل حبنا لأهلينا بمحلات كتير بلا ما يعرفوا يعني بلا ما نحنا نعرف بلا ما هن يكونوا عارفين بمحل معين بيكونوا عاملين مشكلة أو بيكونوا هن سبب بمشكلة عنا بلا ما يعرفوا وانتبه أننا بطبيعة الحال بكرة أولادنا يمكن رح يروحوا عند المعالج النفسي ونحنا نكون سبب لكتير من عقادهم وخصوصا أنت إنما ضروري يعرف الولد إنه بحياتهم الأهل منهم هوني ليأزوكم بالعكس يعني هن عملوا أفضل ما عندهم إنما الحياة بتحسكن بمواقف معينة يا بتكونوا قدة يا لا وهيدا اللي قلناه بحلقات قبل ما عام بدك تخرسيني بالغصب لا ما رح أخرس لا بس لأنه هيدا مش موضوع حلقتنا ما فهمت بس لح تقول بس لح تقول لكل العميس معونا خصوصا من العمر الصغير هلأ تخلص الحلقة هيسم وبتصير دايع شو غير نسمي الحلقة من كون في تيمت موضوع صح صح أوكي وهون تحية لهايسم يلي هو أنا يلي دايما هو بيكتب اسم الحلقة والدسكريبشن يلي بتقروا وشو تتعب شو رأيك خلاصة على فكرة هكاريت بس عشباتك أوكي بس هون للناس اللي بيسمعونا وخصوصا من العمر الصغير إنه مثل ما حكينا ومنحكي دايما إنه أكيد الأهل دايما بدهم مصلحتنا بس أيام بيكونوا مفكرين مصلحتنا شي وما بيعرفوا إنه من جوة مصلحتنا هو شي تاني كليا فمهم إنه ما نلوم الأهل ومهم إنه نكون واضحين قدام هاي الفكرة اللي هي إنه دايما أهلنا بدهم أحسن شي لألنا بس يمكن بيكونوا عم بضرونا ما عم بيعملوا الشي المنيح هيدا شي أكيد مش بيقيدون هني أصدن شريف قبل ما نبلش بالموضوع إليه هل أعبلي أعرف أنه ليه طرحت هيدا الموضوع طب بليز ليه بتطلع علي فيه أعرف ليه فتحت هذا الموضوع وأنا ولا مرة طلعت عليك وهيدا الشي بالإثباتات أنه أنا ولا مرة طلعت عليك أما بما يخص الميكرو عم إليك بعدي لأنه هلأ كريم بتيهلك لأنه بتكون أنت عم تفقع على الميكرو طيب طيب بعد أما ليش فتحت الموضوع لأنه طلعت جوري طلعت الجملة قدامي فقلت أنه عبالي نحكي عن هذا الموضوع بس لما هيدا الموضوع بالذات حرك فيك شي لما قريته لأنه فيه يكون عم يقري أي إنسان آخر يمكنه ما يعنيله يكفي سكرول ليه وقفت عليه وقريته كذا مرة وحكيت فيه اليوم لا لأنه كتير عجبتني التويست يلي عملتها بجملة وحدة يلي قالي فيها أنه المريض الحقيقي مش يلي بيجي لعند الطبيب النفسي المريض الحقيقي هو اللي بعت هيدا الشخص هو نحنا كطبيب نفسه بتشوف الضحية ما بتشوف المريض فعجبتني الفكرة وقلت بسألك عنها لأنك مليئة بالأمراض النفسية طيب منبلش بإلاف إلاف كيف يعني هيك شو عم بتلنا بس إلاف رح نفوت على الخاص اللي كان بيننا وبين إلاف ورح نقرأ رسلتها مرحبا غنوة وهيسم من قبل كم يوم باللايف كنت سألتكن عن ذكريات أول يوم مدرسة وحكيتوا أنه ممكن يكون موضوع حلقة من حلقة البودكاست في أسئلة خطرت على بالي وقلت يمكن تكون موضوع ظريف للحلقة رح نقلش بأول سؤال عندي إلاف رح نجاوب عليه أنا وهيسم هو بأي مدرسة درسته ولما نقول بأي مدرسة درسته ما رح نكتفي بس أنه بنقول اسم المدرسة بدنا كل ما وراء هيدا المدرسة رح بلش حتى تفهم علي شو قصدي يعني أنا كنت بمدرسة الكولاجي بروتستان فرنسي يعني أنا فتاة عايشة بالجبل بعين عنوب انتقلت بمرحلة المدرسة على بيروت على منطقة اسمها ريتم وين كانت مدرسته مدرسته اسمها كولاجي بروتستان فرنسي هلأ بتفكروا من اسمه أنه كل الأشخاص اللي فيها هنه مسيحية بروتستان إنها ما لقى شو تركني بكف حبل أفكار شو بك بس لحظة أنت من فترة المدرسة لما كنت جرايد 1 و جرايد 2 واو والمدرسة ببيروت وانت كنت تروحي من الضائعة على بيروت ولا كنت عايشي ببيروت صح صح لا كنت بالضائعة واو كنت كل يوم الصبح يمر عليك الأوتوكار بيب 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 مش أوتوكار أكيد الأوتوكار ما كان يوصل على الجبل فكنا نوعى بابا يوصلنا وماما تجيبنا بابا واو لحظة لحظة تحية لأمك وبايك بس هنه كل فترة مدرستكن صح بابا يوصلنا ماما تجيبنا وبابا كان كمان قبل ما ياخدنا على المدرسة يعملنا صانديشات فيوع الساعة خمسة لمش أمك إنه ماما كانت بارت النس كافة وإنه تمكشور إنه عينا ولبسنا وتحضرنا ماما هيدا البارت واو أوكي بس أمك بتعرف إنه أنت بعدك لليوم موعيتة عم بمسح أوكي خليني كفة بس ما تقصش لأسئلة هاي سام هي أختي أوكي بس إنه برافو إنه كتير بطولة إنه يضلون على مدة مبارس 10 سنين شايفتها قد الدنيا أنا وبتقولولي ليش بعدنا بلبنان وليش ما بترك أهلي هيدا سبب من الأسباب إنه عاشوا معي 18 سنة وكفوا معي بالجامعة بياخدوني ويجيبوني وأنا هلأ بتفشن بقللون يلا باي وبفل هيدا شي منطلق من إنه ما عندون سئة يبعثوكم بأوتوكار أو بق يعني هو لا لا ما كان يوصل أوتوكار المدرسة على الجبل إنه هو كان يمرق على المناطق ببيروت لأنه المدرسة ببيروت وليه قرر ما نكون بها المدرسة مش بغيرها مثلا أقرب على البيت ما بعرف بوقتها ليش قرروا أهلتها إنه يحطونا فيها ما كان في سبب معين بلشت بأخت الكبيرة رجعت أخت التانية ونحنا كلنا رحنا على نفس المدرسة أوكي سو اسمها الكوليج بروتستان فرانسي هي بروتستان لأنه مسيحية بروتستان أوكي هي بالزمانات هيك كانت بس لما صرنا نحنا رايحين عليها صارت لجميع الأديان إنما نوعا ما كنا يعني أنا كدرزية كنت أقلية لبل أقل من الأقلية يمكن كنا منعاد على الإيد الوحدة الأغربية كانت من الإسلام أقلية مسيحية وبينعدوا على الأصابيع للدروز هاي دي مدرستي واو أوكي تفضل نسبة نسبة لإلي هي أنا نقلت كذا مدرسة نقلت فعليا ثلاث مدارس المدرسة الأولى كانت مدرسة رهبات هي كنت فيها بس بفترة البوتي جاردان والكي جي وان والكي جي توي يعني أنا وكتير صغير هاي دي المدرسة اسمها البون باستور كانت بحمانا من بعد البون باستور يلي هو الراعي الصالح عند الرعبات شو لبقى لك تكون بالبون باستور مارسي مابتيت انتقلت لمدرسة تانية اللي هي ماتن هاي سكول هاي دي المدرسة اللي كنت فيها تقريبا لحوالي ستة أو سبع سنين هون تعرفت على حب الأول اللي مرة خبرتكن عنه اللي ما بيعرف شو اسمها حالاتنا لقبل وبعدين انتقلت قبل جريد سافن لا تخرجت لمدرسة هي ليه يعني كانت بتوقف على مطرح موقفت فيها يعني ما فيك توصل فيها لمرحلة التخرج بلا بلا كلهم كان في قيني ثلاثتهم كان فيهم أوصل لمرحلة التخرج ولكن هو البلان الأساسي لأهلي كان انه أنا ضلني بالبون باستور يلي هي عند الرهبات لوصل للجريد سكس هني بيوصلوا على الجريد سكس بعدين الجريد سافن وطلوح المدرسة اللي حدهم يلي هي كبيرة يلي هي السينت انتوان كولاج بحمينة يلي هي بتاخد من الجريد سكس للتخرج ها كان البلان أجيت من المدرسة اللي بالنص بيناتهم لأسباب كانت بوقتة مادية وأسباب كمان مشوار لهنيك وإدفع كانت أقرب على البات وسحبت فكنت أنا فكرت لأنه في تلميز في تلميز بغيره مدارس لأنه بيبقوا منهم شاطرين فبيسقطوا وبغيره مدارس أنا لست بيساقط أنت ساقط وألف ساقط شكرا بتحكي بأصلك بس بدي قول أنه ساعة أعطوان حمينة كمان منا بس لدياني المسيحية مع أنه هي رهبانية كمان يعني بس كان فيها من كل الأديان وكان كتير عندي حظ أني اتعلم فيها لأنه هي من المدارس المش كتيري كانت بهذه الفترة بمنطقتنا يلي هالأد واسعة كأديان وكأنه اتعرف على كتير كزبيئة لأنه كان في ناس من بيروت يجو كان في ناس من غير مناطق فكان عندي القدرة أنه لأنه مدرسة هالأد كبيرة أني اتعرف وكأني بمحل معين بجامعة لأنه فيها من كتير نحلات من كتير بيئات مختلفة فقدرت أني أصحابي وزملائي يكونوا من كزبيئة مختلفة هون بس حتى تعرفي على موضوع بس حتى تعرفي على موضوع أني ساقط أو لسته بساقط عم نحكي كتلميذ أنه المدير طبع مدرستي النصصانية يعني المتن هاي سكول بفترة يلي قالوا أهلي أنه رح يفل من المدرسة من عندكم لنحطه ونرجع بغير مدرسة صار يجل عنا زيارات على البيت ليقول أنه لا بليس خلوا عنا ويتخرج من عنا لأنه من الأشخاص المتميزين يلي بيقعدوا أول طبعا على سيرة مدرسنا من القصص اللي بتفجئني إن كان أنا ولا هيسم هي فكرة إنه كيف أهلنا أشخاص مثلا لاتسي أنا أهلي كانوا بدهم إنما حطونا بمدارس هالقد فيها تنوع وهالقد بعيدة عن البيئة طبعنا فهون أيام هيك بيستغل بشوي من أهلي وبلومهم بنوعا ما إنه أنتوا طيب بتكونيني اتجوز حدا من البيئة طبعي طيب كيف كب بيتوني إن كان بالمدرسة أو بعدين بالجامعة بمحل فيه تنوع فيه كمان أنجأ كم درزة قدر اختار من بيناتهم مننتقل وأنا دايما دايما عندي هذا كمان السؤال الأهلي لأنه هالقد مين فات على الغرفة وخليكي تبتسمي بخجل وخليكي تصير هالقد خجولي تعرفوا لناعيم صابر أكيد نعيم صابر مع حدا أكيد بعرفوا لناعيم ويحبه كثير أوكي قطع من قدام المكتب فبتسمنا لبعض لأنه عرف إني عم سرجل بودكاست بطبيعة الحال بس ما كان بدها الخجل يعني طيب وميح لأ يلا مننتقل للأشؤال التالي تتذكروا شو كان لون وشكل الser أنا أصلا أنا كان لأ بعتقد ما كان نفسه أنا كان تابليية أزرق يعني كنا نلبس سكوى تابليية يعني مريول يعني كنا نلبس تابليية العادية اللي بدنا نلبسون فوق مريول أزرق وعليها هيك خط كحلي غامق على جنب مع اسمنا مقطب 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 يعني كانوا يقطبوننا على الإيد يعني بالخيط والقبرة أنا كمان كانت مريول بالفترة الصغيرة اللي حتى وصلت لعمر معين بعتقد للجريد سيكس كنا نلبس مريول فوق تيابنا وكان المريول لعنا هيك شوي كارويات خفيفة بعدين لما انتقلنا للصفوف الأكبر صارنا نلبس بانطالون كحلة وقميس بقيت عكبر تلبس يونيفورم أكيد أنا بمدرسة دلتني للتخرج بلبس قميس كارويات فوقه كمزة ومعنى أنوراك خاص للمدرسة ممنوع نلبس أنوراكاتنا أف لا أنا كمبليت بس لما كنا صغار أنجأ أول كم سنة ربسنا هيدر المريول الأزرق بعدين لما كبرنا خلاص تيابنا لكن أنا على قد ما كنت بوقتها نزعج أنه عندنا يونيفورم أو عندنا كوستيوم معين وحد على قد ما هلأ بفهمها يعني أنا هلأ بحب المدرسة اللي عندها يونيفورم أنا كمان بتريح الأهل مش بس بتريح الأهل كمان أنه أنت يمكن عندك أحلى تياب بالدنيا وغيرك عنده نفس القطعب يلبسك اليوم فبتعمل نوع من إحراج يعني حتى إحراج ما زبوط ما زبوط ميك سنس ايه صاح فيونيفورم من قسمه معروف هو شو بكي شو بكي شو بكي بس لأنه في كتير أسئلة وكتير عم بتماطل وعبلي يدل في دايناميك بقلب الحلقة مش مماطل بكل سؤال يلا يلا رح جاوبك على الأد عصبت لا على أحد شو تحبك لما تعصب ما فينا ما فينا ترسم 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 لك غيرت الكلمات حتى إذا ما غير الكلمات مبتقطع أوكي شو كنتوا تحبوا تاخدوا معكم بلانش بوكس فوتور هلا شو كنت تحبوا كلمة كبيرة الأكيد يعني كنا نحب شي شو كان يطلعنا شي داني أكيد أنه ساندوش البيكون يلي كنت أحمله توقع تموت ما كنت حرب نأخدها بس كنت أخدها عرفته بس بعدني مذكر أنه كان فيه ساندوش جبني وجنبون تنعمل بالكافيتيريا تبع المدرسة بعدنا لهلأ طعمتها تحت سنانة لأنه كنت موت فيها قدمة طيبة أنت أهلك ما كانوا يبعثوا معاك أكل بلا عمقلك أنه أنا في نهار بالأسبوع في نهار بالأسبوع بس أنه القصص السريعة مرتدلة مثلا مع أنه أيام كنت قلت لأمي ما تحطني مرتدلة لأنه تطلع ريحة الصف كلها مرتدلة دلة عم تعمل مرتدلة لأنه أنا نفس الشي بتونة طبعا أهل ما بتعملي كانت لبنة مثلا لأنه لبنة بتنشف بتبطل موجودة كانت أيام تعملي كشك أخضر بحبة بس أنه فيه يوم من الأسبوع أو يومين كنت أشتري من الكافيتاريا فكان هدا يوم السعد ومذكر بوقتها بس كنا صغار كنت أخد 500 ليرة لأشتري وحدة زعتر يعني زعتر وبنجو ب500 ليرة هلأ زعتر حقا يكلش 500 ليرة أنا مخبرة على أول شي بونسوار كيف كنت أسرق على المعلمة صاح أنا وصغيرة كرميلها المنقوشة والبنجو كنت تسرق المعلمة ولكن بلا شو بيك لا ما كنت أسرق المعلمة كنت كل يوم روح لعند المعلمة زيتها أطلب منها ألف ليرة كرميلها المنقوشة والبنجو قامت هالمعلمة كل يوم صرت عم بتسأله بدي ألف بدي ألف بدي ألف سألي طلبي تورق أمي إنه بدأت شوفها لتسأله إنه ليش هالبنت عم تطلب مني كل يوم ألف ليرة فبوقتها طلبي تورق أمي قلت لها إنه ماما مسافرة يا حية بإيطاليا منا هوني فبيجي نهار أنا طالعة من المدرسة ولمعلمة حدي بتوصل ماما بتقولها لمعلمة شو كيف كانت إيطاليا وهي ماما لا رحت على إيطاليا أو لا شمت ريحة إيطاليا إنما أنا منزغري وبحب الكذب وبدمي إنه خبي الأساسية بس بألف ليرة بعيامك وإيامي من الشخص الثاني اللي ما رأى من قدام أوكي داني سوري داني صاليبا سوري بس كلهم مستغربين لأنا بحياتي مش ممساش لبودكاست بشل فهلأ الكلمة تفاجأ كيف حتى الميكرو وعم بحكي أنا عم جاء الموضوع أوكي أوكي بعدين بعدين أنت شايف خليون فوتوا نعيمه داني يحكونا ولو منحكي كلمتان نتسير نحن وإيام هلأ صار بدك يفوتوا أوكي يلا كف إيه لكنت عملك يا أنو بألف ليرة بإيامك كانت تشتري لك أربعة من إيش زعتر ومنقشتين جبنة وليك لأ شو بيك الألف كانت منقشت الجبنة الجبنة بخمسمية والزعتر بمئتان وخمسين واللحمة بسبعمية وخمسين هاي سم كريزي 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 إيه فأنا كنت تاخدي ألف يعني كان فيك تشتري أربعة من إيش زعتر خلاص أنا كنت سرقها كمان لأسس على كل حال فيني أقلك فيني أقلك أنه أنت مي وصغيرك أنت سرقت ألفات من معلمتك وبس كبرت صورت سرقت أقلوب لأني كلا سرقتي لنا أقلوبنا وبعدك حلوة وكزي Oh my god فيتوا علي داني وستاف أنا وعم سجل البودكاست تفضلوا جايز بس أنا لا أنا عم سجل البودكاست إيه أنتوا على الهواء أوه العالم عم بتشوفنا خلينا نحكي لا العالم عم بتشوفنا عم يسمعوني هو بس أنا عم بشوفه لهيسم عم يسمعوني أنا اشتقتلك كتير لولا داني عم بيقلكم أنه هو يشتقلكم كمان داني كر وستاف ودايما منجيب سيرتكم بالبودكاست دايما منجيب سيرتكم ومنحكي عنكم لا جاي جميل لاك ستاف محلاي ستاف لا إيه خلاص منزبت شي إذن كنتوا مع الأكيب اللي وراء كتير من البرامج الكبيرة اللي هني داني صليبة وستاف وغيرهم حسيتك تتبكت I wonder why لا لا أنا وقع بالبيجاما أنا مش حلوة كمان آه أوكي طيب السؤال اللي بعده شو كان أي سابجكت كنت تحبه أكتر خلينا نحكي ماتيار مش سابجكت شو كانت أكتر مادة بتحبه لا شو الفرق بين سابجكت و ماتيار وليك مادة مادة قلتلي شو كان أكتر سابجكت أو خلينا ما نحكي سابجكت نحكي ماتيار ما هي النفسة بس بالفرنسي و بالإنجلي هيسم شو أكتر مادة كنت تحبه العمى شو إنك سائلة اليوم لكن طول عمري بحب البيولوجية يعني أنا كتير حدا بحب البيولوجيا عن جد؟ كتير كتير بس بفترة من الفترات وخصوصا فترة السنوية صرت إلى جانب البيولوجيا كتير كتير حب الفلسفة بعدنا أنا إنسان بفلسفة بس أنا كتير كنت حب الفلسفة وحب استاذ الفلسفة حتى بآخر سنة لما كنا عم نحكي شو كل واحد بده يعمل وقررت أنا أخبرهم أنه أنا بحب الارت يعني بحب الأصصي اللي خاصة بالكومنيكيشن ارت أنه صاروا يضحكوا علي معلمت البيولوجيا واستاذ الفلسفة لأنه اعتبروا أنه أنا أكيد رح عامل يا طب يا شي خاصوا بالفلسفة لأنه بحبون كتير أنا المادة اللي كنت حبه أكتر شي هي مادتين التاريخ والعربي أول شي أديشك تاريخ يعني أديشك عطيقة وكلك غبرة مين بحب التاريخ؟ كنت كتير حب أحفظ هيسام وكنت كتير حب العربي وقد يكون هلأ الفتاة أو الامرأة اللي أمامكن هي فعلا يعني كيف بيقوله خلاصة حبه لهالمادتين بالمدرسة إن كان التاريخ بحب أحفظ كتير كيف الامرأة اللي قدامي هلأ هي خلاصة التاريخ يعني أنه 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 من وراء سليلة تقاعد بأي كانت واضحة لما قلتلك أنه أنا بحب أحفظ تاريخ مش التاريخ بحد ذاته أنا كنت حب أحفظ وسمع فهيدي شي من الأوديوفيزيال أنه بحب أحفظ ناس قوله بحب أحفظ كنت عبقى أنا حلمي كن من مسلة هايسام وانت بتعرف بس بالتاريخ يعني شو كنت راح تطلعي على الكاميرا تقولي أنه اغتيال وليع عهد النمسة هو من الأسباب المباشرة للحال يرجع بقلي تاريخ قلتلك كنت حب فكرة أنه أحفظ أحفظ بغض النظر شو فحوى الحديث بس اللي بيحبوا يحفظوا إن الناس ما بيحبوا يحللوا بالحياة يعني ما بيحبوا يشغلوا راسهم أوكي ما بحب حلل deal with it بس تاريخ حتى بالبات يعني ما منوح حدا أنه بي وإمي كانوا حطين هذه الشروط أنه أكيد ما منوح حدا يمدئدوا علي حتى أخواتي فلا أكيد ما حدا ضربني بس أنا كان عندي مديرة اسمه جان أنتون بعتقد بعتقد إذا مش غلطان أنه بيسمع البودكاست لأنه دائما بيحكيني على فيسبوك وبيقلي لليوم وهو حدا كتير بحبه اسمه جان أنتون بوجه له كتير تحية هو مدير مدرسته التاني هو حدا كان سوبر آسي مع أنه كان كتير يحبني بس هو حدا كتير آسي فكان يفوت تلاميذ مرات يعني لما يعملوا شيء كبير على صفوف ويطلع مكسر عليهم هادي الخشب يعني مصرت الخشب الكبير وحيات أمي مكسر عليهم ويطلعوا وما بعرف كيف تصاروا بالحياة هؤلاء الأشخاص ولهيك وجهت له تحية يعني ما بعرف كيف معقولة تكون عم بتحبه وعم تحكي عنه شو كان يعمل بالأولاد ننتقل لا الحمد لله ما حدا مدئده علي بالمدرسة هل تعرضت للتنمر من أطفال معك بالصف وكيف ممكن نمنع هيدا الشي هلأ أنا تعرضت نعم للتنمر بالمدرسة إنما مش من أصحابي اللي معي بالصف من عالم كانوا أصغر مني هلأ أنا معروفة بوجه طويل وكان نوعا ما قبل ما حطي بريس أصدقني دافش لقدام فكان وجه مثل الكروسة بس بديك شغلة لاحظة لاحظة لي عم تتضحك لاحظة بس بديك شغلة لي عم تتضحك لا تقللي أنه بعده هيك لا بس بديو الشغلة بدي أول شغل تاني أول شغلة أنت بتدخلي بتدخلي كتاب جينس لأول واحدة بتم التنمر عليها من اللي أصغر منها مش اللي أكبر منها هيدا واحد أثنان أنه أوكي تنمر عليك بس أنت ليه عم تتنمره هلأ على نفسك يعني هلأ ليه أنت عم توصفي نفسك بأوصاف لأنه هي عم تتنمرها على شي كان مزبوط بوجه إنما الفرق إنه أنا معترفة فيه ومتقبلته إنما هي أخدته كذريعة لتتنمر علي آه هي وحدة هي إنسانة كانت تقالل وجك مثل الكرواصون يعني كانت تقول هذا التعبير بس كانت تقول هذا التعبير أو أنت عم تقولي هلأ أن وجك كان مثل الكرواصون لا لا هي هي أكيد مش أنا هي كانت تقالك وجك مثل الكرواصون وهي أصغر منك بكم سنة أصغر منك كيف دقني كدفش لقدامه كانت هيك تحكيني بهيدا الطريقة وقديك أنت أصغر منك بكم صاف؟ بشي سنتين سؤالي لقالك ونحن أكيد ما منشجع على العنف بالبودكاست بس ليه ما كنت تدبكي بنيعة هي أصغر منك بسنتين ما هوني بيجي سؤالة لألاف إنه كيف ممكن أن نمنع هيدا الشي ما منعت أنا هيدا الشي بس كان يمكن عندي نوعا ما شخصية أنف إنه ما أتأثر وما روح أبكي بالبيت بس أكيد بقت معي لهلأ لهلأ بعد يقول إنه في واحدة تنمر علي بس هل إنه خلتني إنه قعد بقوتي وشبق بحال إنه ليه وجه هيك ليه وجه هيك؟ لا يعني قصدي بمجرد ما بعدك عم تحكي فيها وأنا هلأ رايح أحكي كمان عن تنمر بمجرد ما بعدنا عم نحكي فيها يعني أكيد أثر فينا كتير وإزانة بطبيعة الحال وبرجع بقول عن جد صدقا ما عم مشجع على العنف بس إنه لما يكون جاي من حدا أصغر منك بسنتين أو ثلاثة إلى حد ما إنه أنت عندك سيطرة أكتر علي يعني كان فيك أنت تحجميها لا ما حكيتيها يعني لا ما قلتي لها هلأ أنه هلأد أنت كمان ما كنتي واسقة من شكلك أو ما كنتي مرتاحة مع وجسمك؟ لك إيه أنت وصغير ما بتكون فاهمين شي من هالمواضيع ما بتكون بعدك عم تبني شخصيتك بال يعني تعشيت أقل من 16 يمكن فوق العشرة بهذا العمر اللي بتكون إنه عم تكتشف إنه أنا أمري أنا كذا أنا كذا أنا كذا أوكي أوكي فهمت عليك بس إنه برجع بقلك إنه لما يكون في حدا متنمر حتى لو أكبر مننا ما حدا يسكت رجاءً يعني أنا التنمر عندي خط أحمر فأنتي بمجرد ما قلت إنه أصغر منك حسيت إنه بفهمك سهل الحكي خراسي نحنا كنا صغار بس إنه برجع بقول إنه أعملوا شي للمتنمرين خصوصي إذا أصغر منكم سهل الحكي عن جات سهل الحكي شو فكرة كان أنا ما بدي كان بوقتها أسفأة كف إلا من فكرة حالك عم تقولي هيك عني أنا كمان تعرضت بس ما فيك أنا كمان من الناس اللي تعرضت تعرضت للتنمر خلال زغرتي أنا وصغير كان عندي عالم خاص يعني أنا من زمان عندي بحلم يعني عندي أحلام وعالم خاص وأنتي بتعرف إنه مش كتار بيكونوا هايدي الكاركتيرات بالمدرسة يعني عادةً بيكون الصف مقسم ل شو بعرفني مجموعة شباب بيحبوا يلعبوا فوتبول وباسكت بساعة الرياضة ومجموعة ما بعرف الناس قاعدين على أول طبقة شباب وصبايا قاعدين أول طبقة بيحبوا الدرس ومجموعة بركي صبايا مسلا بيقعدوا مع بعض أنا كنت من النوع يلي أنا ما بتعني لي الرياضة بس أنا كتير بحلم يعني أنا بحب صفوف المسرح بحب المسرح بحب الاختريع أصاص بحب أعمل سكتشات بحب هؤل الخبريات ما كان بوقتها شي كتير دارج بالصف وما كان كول الشخص يلي عنده هالأفكار الكول كان هو الشاب يلي بيلعب باسكت بالمدرسة والصبي يلي بتزبط حاله هؤل كانوا الناس الكول الغريبين هن النيردز اللي بيقعدوا أول طبقة وهن اللي عندهم هيكي بحبوا المسرح وبحبوا ما بعرف شو هؤل الخبريات فأنا بوقتها كنت من هالناس لتنينهم يعني أنا كنت نيرد بمحل معي اللي أنا أطلع الأول فمش كتير محبوب لها السبب وبلس أني حب هالإشيال هيك الخبصات الغريبة فكنت كتير أتعرض للتنمر وبفهمك برجع بقالك أكيد سهل الحكي لأنه أنا كمان كنت أتعرض للتنمر وأسكت ما قدر أعمل شي بس يمكن على قد ما عامل لها الموضوع غضب مش هيدا الموضوع لاتخطيته ووصلت على محلات يعني يمكن اللي كانوا يتنمروا أكيد ما وصلوا له بس أنه وفي منهم على فكرة صرت كتير صاحبة أنا وإياههم اليوم يعني بس أنه بوقت يمكن لأنه كنا أولاد كانوا يعتبروا أنه بيحكوا بينكتوا على الموضوع عادي إيه مزبوط بس أنه أنا لأنه على قد ما عندي غضب من موضوع المتنمرين كرميل هيك قلتلك بعرف أنه مش سهل بس أنه كتير بحب أنه المتنمر بمحل معين انحجمه لا يفهم أنه أنه خراس يعني فهمت فكرميل هيك أنه هلأ بسئلتي أنت هذه الجملة اللي قالتلك إيها مثلا عن وجيك وواضح أنه عنيتلك لأنه بعضك عم تقولي أنه كتير عبالي حتى لو هلأ تتطلع بعيونها تقولي لها خراسة يعني أو تحجميها أو تتمسخر عليها بس أنه تخرس فيها انتبه مين عم نحكي عم بقلك فيها هلأ بعضك بتعرفيها بعرفها بس أنه ما منحكي I don't follow her ولا شي بتحسي أيام عبالك تفتحي انستجرام تقولي لها شوفي وين وصلت يلي وجهة مثليك رواصة يا أحب أكيد أكيد أنا رفقة أكتر مع أختها أوكي إن شاء الله تكون عم تسمع بهيدا البودكاست لتعرف بس أنه أنت بمحل معي نأذيتي شخص فإنه هلأ ما رح تعرف حاله بس أنه على أمل أنه يجي نهار وإقدر وجهها بهيدا هلأ شوفي تسعين وحدة قالتلك هيك جملة هلغشت باختبار أو بفحص رح خبرك معليش بليز هل شو بس مصوري ما سمعت هلغشت بأحد الفحوص أو الاختبار أنا بحياتي مش إنه بحياتي ما غشت أكيد كنا نغش من بعض بس في مرة صار معي حادثة عن جد يعني كمان لتشوف أنه أنا ببقى معلمة من هالخبار له هلأ غششت غششت لرفيقتي اللي هي هلأ بتعرف مين هي اللي هي أحد يعني زوجت ابن كبار المنتجين بلبنان بالمسلسلات اللبنانية أنا بكتفي بهذا الشي عم تمزح سو غششت ولما إجت العلامة حطت لنا صفر لتنينتنا لأنه تقريبا كان عنا نفس الأجوبة أنا وهي وعطتنا أفرتيس ما روج بوقت الأفرتيس ما روج هيدا يعني إنه عملنا غلطة كبيرة لا تختفر وإنه بدون يحكوا مع الأهل وعملتلي قصة كبيرة وبلبل كبيرة كله بس لأنه هي بوقت ما كانت دارسة وأنا غششت ونقلت عني كل الأجوبة فبعدنا بكرها لها لا أداشك فرانشي أوكي كلنا صرنا نكرها وأنا طرد تكرها لأني بعرفها بالاسم ورح جيبك ورح شوفك لكن أنا كمان من الناس يلي أكيد كلنا نقلنا بحياتنا بس أنا كنت نقل كتير أكتر ما نقل لأني كنت شاطر وأنا كنت عندي هاي النفسية الحلوة عرفت إياها طبعا لأنه شو بدك حتى اللي ما بيسألني اللي حسوا ملبك من أصحابي أنه أي واحد بدك بنقله إياه فأنا كنت هيدا النوع من الناس بس أنه أنقل قليل كنت تحب نقل أكتر أوكي هل حصل مرة أنه جبته علامات بسيطة بامتيحان وشو كانت ردي تفعل أهلكون شغلي لازم تعرفوه عني جايز أنه أنا بالمدرسة ما كنت شاطر يعني لدرجة أنه وصلت مع أهلي لما جيب العشرة على عشرين يوم بستو وحتى بأنه بآخر سنة لما كان عنا نقدم على الباك سقطت ورحت على الأورال لقدرت نجحت المدرسة كانت دايما ننجح على الحفة يجيب لـ 18 على التاريخ والجغرافيا والتربية اللي بدوا نحفظ على العربة وكذا بس بمدتين يجيب 8 و 7 و 6 و 9 فبالتالي ما كانوا يعدلوا بعد وما كانت شاطرة ما كانت شاطرة لكن جيب علامات بالمات ولا بالإيكونامي ولا بالفيلوزوفي ولا بالشي من الناحية التانية معكن مباشرة على الهواء نقيد غنوال هيدا اللي بنكرهه بالمدرسة البورينج السائل اللي أنا هلأ بكرهه يعني أنا هلأ إذا بتقوله لكم بقدم كله رأي بيد لأنه ما كتير وصلت لمحل من وراء الأصص اللي عملته بس أنه أنا كنت هيدا اللي كتير يجيب علامات حتى أيام ما يكون كتير دارس بس أنا حدا بيحلل كتير وبينتبه بالصف يعني حتى لو كنا في فترة في فترة كنا صرنا نلعب حرب ما بعض فينا نقول نوعية بس كاستانيا كنا نجمع كياس الكاستانيا ونلعب فيه ونحرب بالصف وكي نضرب بعض يعني فحتى بهذه الفترة أنا كنت ركز يعني كنت كوني مركز أنا وعم بلعب فأنا حدا كتير كنت يجيب علامات مش أنه بنده مع الشيالة بحبه بس أنه يمكن كن لازم هيكي ما كتير فادني الموضوع يعني كان فيني مثلا التهي أكتر بس ايه أنا كنت كتير جيب علامات حتى بالباك أو بالترمينال لما قدمنا أنا جبت مانسيون جيد جدا فأنا كنت حدا كتير جبت الشاطر فولا مرة جبت علامة واطية وإذا جبت علامة واطية أنا الكلميز اللي كانوا مثلك هيسم كانوا يقهروني ليش لأنه أنا كنت بالبيت عم ببلع الكتاب صبحه وظهره عشية عم بدرس 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 بيجو بيشبق أنا مثلا 11 و 12 هو بيشبق لي 16 و 18 ليش ربك أعلم لكن انتبهي أنا في مرات كنت بالمدرسة مثلا نقول لأصحابي بس نخلص الامتحان قل لهم ما بعرف ما حسيت حالي عملت كتير منيح ما كنت عم كذب يعني أنا ما كنت لأنه عرفتي بدي أعمل حالي أني مش دارس أو مثلا اجي أقول لهم أنا ما درست كتير من بارح ومسلا يجيب لي يجيب 18 أو 19 يقولولي طب كيف هل أنت تستفز بهذاك الوقت أنه تقول مش دارس وأنا كنت بالعة تجيب أنت 18 وأنا 11 طب ما هي بس وحياتي تكون وحياتي تكون بهالفترة مثلا ايه مدرست كتير قبل بنهار أو مني دارس منيح بس أنه أنا متحدة بهذا اللي تليك يقبل على الموضوع الحفظ أنه ايه أنا كنت كتير أدرس الأسس اللي بدأ حفظ لأنه عندي مشكلة بالحفظ بس أنه الأسس اللي بدأ تحليل شوفي كم دفتر مات حالي مثلا أوكي كنت حل بس أنه بعرف الأشياء الأساسية فإذا نزنقت بشي بالامتهان كنت أعرف خلص حالي فيه وأعمل منيح فإيه يا سائل كنت ما كنت مهضوم كتير أنا إذا هلأ بلتقي بحالي أنا وصغير بشو طلب طييم كي هل بكرة يعني بيوم من أيام إذا جبت أولاد هل رح تتعلمون أو تشجعون على أنه يجيبوا علامات عالية ولا رح تكتفي بالـ 11 والـ 12 أز لانج أز عم بينجحوا لكن أنا هلأ بعرف من وراء أولاد إخواتي أنا أول شي بقوله لأولاد إخواتي وقدام أهلهم أنه بس نجحوا بس عيشوا هاي المرحلة الحلوة بحياتكم اللي هي المدرسة بس عن جد ركزوا بالصف وعرفوا وخدوا القصص اللي بتكون تخدوها لأنه أكتر من 80% من اللي بتدرسيهم بالمدرسة بيروحوا للكب يعني أنا هود الكوسينيوس وسينيوس وطانجنت وما بعرف شو طبع المات ما فادوني شي بحياتي ولا الإعراب فادني شي بحياتي ولا العروض فادني شي بحياتي فعليا بس أنه أكيد بعرفهم بعرف المينموم منهم بس أنا أولا مرة رحكون لأولادي عم قللهم لا جبت 16 ما جبت 20 لا جبت 11 ما جبت 20 أنت أهلك كانوا هيك معاك ولا كمان أنه ساقة بتكنت عم بتجيب علامات عالية لكن ما كانوا أنه يبهدلوني بس أنه كنت شوف الفخر في بعيونهم لما جيب 20 أنا وأختي الكبيرة مثلا فتتحمس إيه فحس أنه فيني أعملها فيني جيب 20 هتلا جيبها بفرحهم كنت تجيبها إلون ولا إلك أكتر بتصدق ما بعرف بحس أنه إلون أكتر لأنه برجع بقلك أنا هلأ إذا بتطلع على وقتها يمكن بلتهي أكتر بالصف ويمكن بآخر تنهار أرجع جيب 20 يعني لأنني أنا من النوع اللي بركز ومشاطر بس أنه كنت تنشحت من الصف بآخر ثلاث سنين يعني بالترميناء بالسنوة آه أنا كمان وننشحت بأي ناحية نشحت أنه حتى بس ما يشحطوني لقلي لأنه أنا خبرتك قبل أنه أنا أستاذتي ما كانوا يصدقوا أنه أنا مشترك بهيدا الشي أنه بيتطع منك هيك شي فآه يطلعوا لك يقولونهم لأ هايسا مخليك أنه أكيد هايسا مش عاملة فهمتي فأنا وصلت لمرحلة حتى مع أنه أنا يمكن بنت والبنت يمكن تنشحت قلبي كتير من الشباب بس أنا كان يجيني كذا صف مع معلمة بالذات هي معلمة الإنجليش كنا كتير نتساءل عليها أنا ورفيئي بالصف فننشحت اتنيناتنا كذا مرة عندي آخر سؤال لقليك معلش بالإذن من إلاف آخر سؤال لقليك عبالي أنا أسألك يا فرضية تخيل نحنا هلأ بالألفين وخمسة لتساء وأنا وياكي بنفس الصف هايسا شاطر وبيجيب كتير حلمات وغنوة يلي ما بعرف قديك معقول نكون أصحاب أصحاب آه أوكي هيدا سؤالي لقليك قدينا إحنا أصحاب بالصف كيف بيمروا نهارنا هل منحكي مع بعض منقول بونجور ولا أصلا منتمسخر ع بعض ولا بتتنمر علي وبتنمر عليك ولا نحنا كتير باستي ما ما بعرف ما ما بعرف كيف كنت أنت بالمدرسة يعني أنا اللي كانوا يجيبوا علامات فيه كان عالم يجيبوا علامات عالية بس أنه أقدر هيكي أمزح معهم ويكونوا بيتزعرنوا إذا بدك بالمدرسة بس كان فيه كمان اللي بيجيبوا علامات عالية بس أنه كتير هيدا ابن الماما والبابا اللي ما بيغلط اللي كتير عرفت وانا مش كم من اللي كانوا يقعدوا قدام أنا كنت أقعد آخر طبقة وراء بس جيب علامات عالية هيدا المستفز لأنه في عنا واحد بالمدرسة كان اسمه غيس براج كان مثلك كان ما يقعد أول طبقة بس يأتي يجيب التساتاش والعشرين شيلك من المزح وحيات الله هيدا شي كنت يعمل لي مشكلة يعني كنت أيام قولت طب شو بعمل يعني برسوب أحسن لسير إنحب لأنه بمحل معين كنت شوف أنه أنا ضايع مكروح محسومة نصين يعني أنا ضايع أنا حدا عم بيجيب علامات بس أنه عباله يلتهي وبده يلتهي وبيلتهي عادي وبيلعب فهيك ومتنمر عليه يعني كانت فترة صعبة يلا منيح اللي أعطيت أدي بتاعتي علامة على عشرة على المدرسة على مرحلة المدرسة كلها لكن أساب يوم يعني أكيد أكيد بدأت تحسين على عشرة ستة أوكي ستة ستة لأنه هلأ هلأ بها التكي بس حن لأيام المدرسة بقول أنه أنا هلأ إذا بعيش أيام المدرسة اليوم بعصرنا الحالي أكيد بعمل عشرة على عشرة لأنه مكتل كنت أعرف استفيد عن جد من المدرسة كنت أنه يا أما دايق خلقي وما بدي روح للمدرسة يا أما عن جد مركز على درسة ما كتير عشت له هالفترة فهلأ بقول لكل أولاد يلي أنا حتى لأولادي إن شاء الله إذا جبت أولاد عيشوا هالفترة لأنه بعدين هالبتظل ببالكن يعني أنا بكرة ظاهر مع أصحاب الصف طبعي عاملين ريونيون بكرة ظاهرين هالفترة بظلل لكم وهو الأصحاب اللي بيظلو لكم أنا برأيي فعيشوها يعني ما تعيشوها على آخر بالدرسة عيشوها كمدرسة أي يمكن أنا بعد عندي اتنين هيك أساسيات شخصين بحكيهم والبقوي هيك أنه عنديهم على سوشال ميديا مش أكتر بس أنه المدرسة المدرسة كانت حلوة المدرسة هي نوعا ما حتى لو المادة ما كانت تعليلنا إنها ما هي اللي كونتنا نوعا ما واللي كونت شخصياتنا واللي هي فتحتنا على الحياة وعلى كل شي معقولة استوعبوه من الحيات بالمدرسة بتكتشفوه كل شي حلوة الحلقة حلوة إلاف الحلقة هيك خليتينا هيك نترجع ذكريات الماضي ذكريات الماضي ونحن أولاد 31 سنة هلأ فإيه مر الزمن علينا صراحة عن جد مرسي إلاف لهذه الحلقة أنا كنت مفكر رح نقدر أنا مش عارف هلقات في أسئلة كنت مفكر نقدر بنفس الحلقة نحكي كمان عن أول يوم بالجامعة وعن أول يوم بالشغل ما هو بس تألك إلاف كان بعض عندها أسئلة تانية وكمان بدأ تعرف عن أول شو رأيك الحلقة الجاية تكون بارت طولة هايدي نحكي عن أول يوم جامعة وعن أول يوم مدرسة عن أول يوم صوري شغل هلأ فينا نقطع عليهم بس أنا جمعت الجام حضرة صراحة سجام بخاف ما بدي أطول عليه لأنه مربوط بالشي سجي أوكي بنهاية هذه الحلقة بس بدي أقليك بنهاية هذه الحلقة بس بدي أقليك عدا عن أنه الله يخلينا لبعض ومرسي لوجودك بحياتي بس بدي أقليك إن شاء الله يا رب أكون تاريخ بحياتك ولغة عربية بإيامك لتكوني بتحبيني كتير كتير ولتتأثر فيه كتير كتير تانكيو هيسم لوجودك بحياتي وبحياتك المستمعين أول شي بانصوار ملتقينا الأسبوع المقبل بحلقة جديدة خليكن من هلأ لوقت جود ومنودي على الجايز ثلاثة اثنين واحد باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر